وصلنا للمباراة الافتتاحية المنتخب السعودي مع المنتخب الروسي يا ترى كيف يقدر الصقور الخضر يتغلب وعده بالروسي السلام عليكم وإياكم جعفر وحلقة جديدة من إيران صديقة مع آنس واليوم راح نتكلم كيف يقدر المنتخب السعودي يتغلب على المنتخب الروسي يقدر المنتخب السعودي أن ينتصر على المنتخب الروسي عن طريقة الحفاظ على قوة الدفاع وحارس المرمى عندك ناس ما شوفنا في المباراة الألمانية كيف كان دفاعه مرة قوي والحراسة قادت مرة قوية مثلا تألق المدافعين مثلا الهساوي تألق مرة في المباريات أنا معاك أكيد دائما الحفاظ على الدفاع ممتاز لكن مشكلة المنتخب السعودي واللي أشوفها الشيء اللي لازم يسويه للمنتخب السعودي عشان ينتصر وكيف ينتصر؟ استغلال الهجمات عندنا شح في استغلال الهجمات يعني نوصل المرمة ممكن ممكن نسيطر على وسط الملعب نصنع هجمات لكن لا نستغل ولا نقول كثير من هذه المشكلة بسبب نزول مستوى السعودي معاك 100% في الكلام ده وهذا ستكون عائق علينا لكن بنفس الوقت نستطيع نفوز أو على الأقل نتعادل لو حفظنا على مرمانة نظيف ما دخل فينا هدف أو على الأقل ويا ريت طبعا نكون دخلنا أهداف أكثر في شطر أول وقدرنا نحافظه لا تنسى أن هذه المباراة الافتتاحية والضغط سيكون على منتخبنا عالي خاصة أن كل الأحتفاليات ستكون لروسيا ستكون في ضغط نفسي عالي أكيد سيكون ضغط وشفنا المنتخب كيف تأثر بالضغط في مباراة ألمانيا في البداية لكن المنتخب المفروض يقدر يتغلب على هذا بحكم أننا موجود في لاعبين خبراء موجود عندنا مدرب يعني شفنا أن تبديلاتها ماشاء الله جيدة نوعا ما منقول جيدة في بعض المباراة تبديها حتى المباراة الثانية ألمانيا كمثال زي ما قلت الشرط الثاني قدر يعدل من النتيجة والمنتخب لعب بشكل أفضل عطفاً على مستراتها في الشرط الأول هذا يعطيك إن شاء الله يعني إن شاء الله يكون السيناريو أفضل لنا في الشرط الأول لكن لو ما صار السيناريو المحبب في الشرط الأول إن ما يصير في الخوف ولا يصير في شيء الشرط الثاني يمدينا نعوض لا سيكون فيه خوف يعني ناس من أنت قلت لحظت أنت مباراة ألمانيا كيف قدر نشوف الفرق الواضح من الشرط الأول للشرط الثاني ففيه أمل كبير متعلق على المدربة بشأن عنده نظرة صحيحة لأنه كيف يقدر يغير مجريات اللعب ممكن لو الخيار إليك التشكيلة التي تدخل بها المباراة روسيا الصراحة أنا حسب ما شفنا مباراة الودية وكيف لعب المنتخب السعودي أنا أشوف تشكيلة اللي يدخل فيها في الشرط الثاني ضد ألمانيا قدر يسوي فرق يعني هو يبدل فهد المولد ودخل سهلاوي صحيح حتى لو لاحظت كان هيدخل دخل لجول الأول وكان هيدخل لجول الثاني من وجهة نظري بخصوص التشكيلة أشوف أن التشكيلة اللعب في الشرط الأول مع أننا لأداشة منها في الشرط الثاني أفضل ممكن نرتراجع منتخب للمانيا وغيرها لكن ما ننسف حق المنتخب واللعب المميز الشرط الثاني لكن لو يلعب بتشكيلة الشرط الأول اللي فيها المولد وفيها سالم الدوشري واللي بتمينغز بشكل غير يعني ملفت ملفت جداً يعني لو تقول لي راهن على اللاعب اللي هو يبيبديع وممكن نجيب لك مباراة روسيا رح أقول لك سالم فالمولد صحيح ما هو مهاجم صريح لكن المستوى الآن مرتفع وأفضل من المستوى السهلاوي السهلاوي مستوى النازل عشان كذا أن أشوف أنا بوجهة نازل لو يدخل بتشكيلة المباراة المباراة الألمانيا الشرط الأول يكون أفضل أبغى توقعك للنتيجة أنا رأيي ومتأمل خير بإذن الله 2-1 للسعودي تأملك حلو المنتخب الروسي لعب ممكن أربع مباراة ودية أو خمس ما انتصر للآن صحيح يعني إحنا متفائلين إن شاء الله أبغى يكون إن شاء الله متفائل بس توقعك أتوقع أنه راح تنتهي النتيجة بالتعادل ما أدري سلبي إيجابي أتوقع عدم استغلال الهجمات أتوقع ممكن تكون تعالوا لسلبي عموما نبغى نعرف رايكم أنتو أيش توقعكم لنباراة السعود منتخب السعودي مع المنتخب الروسي وعطونا رايكم بعد إيش تتوقعوا التشكيلة اللي مفروض يدخل بها فيزي يعطيكم العافية سلام